أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب اللهم لك الحمد على حسن الختام اللهم كما يسرت لنا أن نحضر هذا المجلس الخاتم لمجالس دورة الأترجة أن تحسن ختامنا في هذه الدنيا اللهم أحسن ختامنا في هذه الدنيا أما بعد فهذا هو المجلس الخاتم لمجالس هذه الدورة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبلها منا وأن يجعلها في موازين من حضرها وحضر لها وأعانى على إقامتها وأعانى على انتشارها ومن استمع إليها ممن جاء في المسجد أو كان من وراء الشاشة إنه جواد كريم أيها الإخوة الكرام هذا هو المجلس الخاتم لمجالس هذا اليوم الخاتم لهذه الدورة الكريمة المباركة دورة الأترجة ونبتدئ هذا المجلس بسورة الإخلاص التي تسمى سورة الكافرون هذه السورة العظيمة التي فيها إخلاص العبادة لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه لا رياء فيها ولا سمعة هذه السورة يا إخواني يسميها العلماء مع سورة الصمد سورتي الإخلاص وذلك لأنهما سورتان انتظمتا الإخلاص لله في العلم والعمل في المعرفة والقصد فالقصد في سورة الكافرون والعمل في سورة الكافرون والعلم والمعرفة في سورة الإخلاص أو في سورة الصمد فمن وفى بهما وقام بحقهما وتحقق منهما فقد أخلص واستحق أن يكون من المخلصين وقد وفى مقام العبودية والتوحيد حق مقامه وأتى به على أكمل وجوهه نسأل الله أن يجعلنا من أولئك القوم هذه السورة تسمى سورة الكافرون لأنها افتتحت بهذه الكلمة قل يا أيها الكافرون وهذه نزلت لما قال المشركون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد أعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة يريدون أن يضعوا حلا وسطا لما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد يظنون أنه يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك وأن يكون شيئا مجتمعا في شخص واحد وما علموا أن التوحيد لا يجتمع معه شيء من الشرك قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته هو شركة وفي رواية فهو للذي أشرك وليس لي منه شيء يقول الله عز وجل لنبيه قل وكل آية أو سورة افتتحت بقل فأرعها سمعك فإنه لا يقال فيها قل إلا لمزيد العناية بها وبمضمنها من العلم والإيمان قل يا محمد يا أيها الكافرون يا أيها الذين كفرتم بالله عز وجل فلم تقبلوا التوحيد ولم تستسلموا ولم تطيعوا لا أعبد ما تعبدون لا أعبد في حالي الذي تعبدونه من الأصنام والآلهة لأن هذا لا يمكن أن يجتمع مع التوحيد الذي أعتقده ولا أنتم أيها الكافرون ما دمتم على كفركم عابدون ما أعبد لو قلتم نحن يا محمد سنعبد إلهك فإن هذه العبادة التي تكون منكم لن تقبل لأنكم كافرون فكيف تكونون عابدين لرب العالمين وأنتم كافرون كافرون بي كافرون بالله وغير مقرين بالتوحيد من لم يقر بالتوحيد لو عبد الله فسجد منذ أن خلق إلى أن يبعث لم يقبل منه حتى يقر بأن الله هو وحده المستحق للعبادة دون أحد سواه والله لو أن إنسانا قال لا أعبد إلا الله ولكن من حق أي إنسان أن يعبد ما شاء وقد يكون هناك آلهة أخرى تستحق العبادة والله لا يقبل منه عمله والله لا يرفع إلى الله من عمله شيء حتى يقر إقرارا جازما لا ريب فيه أن المستحق لعبادة هو الله وحده وأنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة مهما قل إلى أحد سوى الله وأنه لا يجوز أن تصحى عبادته من عبد غير الله وأن الشرك والتوحيد ضدان لا يجتمعان وأن من جعل مع التوحيد ذرة من الشرك لم يقبل منه توحيده قال الله في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أي عمل أشرك معي فيه غير تركته وشركه وفي رواية فهو للذي أشرك وليس لي منه شيء فالله يقول ولا أنتم أيها الكافرون عابدون ما أعبد في حالكم لا يمكن أن يكون منكم عبادة لله قال الله عز وجل ولا أنا عابد فيما مضى من زمني فيما مضى لم أعبد آلهتكم ولا أنا عابد فيما مضى ما عبدتم ولا أنتم فيما مضى عابدون ما أعبد أي من أعبد هذا قول وهو أن الثنتين الأولين لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد للحال والاستقبال ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون ما أعبد لما مضى وهناك قول بعكس هذا أن الثنتين الأولين لما مضى والثنتين الأخرين لما يستقبل والمقصود واحد وهو أننا لن نعبد ولن يحصل منا أن نعبد آلهتكم لا فيما مضى ولا في حالنا ولا فيما نستقبل وأنتم لم تعبدوا ولم تعبدوا لم تعبدوا آلهنا فيما مضى ولم تعبدوه فيما يأتي ما دمتم على كفركم مهما فعلتم وقيل وهذا قول لشيخ الإسلام أن قوله لا أعبد ما تعبدون هذا إنكار للفعل يعني أنا لن أفعل ذلك ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد هذا لن يكون مني ولا يتوقع مني يعني لم أفعله ولا يتوقع مني قال لأن الجملة الفعلية تدل على الفعل والجملة الإسمية تدل على انتفاء الشيء بالكلية وعدم حصوله ألبتة لا في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل وعلى كل الأحوال فهذا التأكيد الذي يأتي في هذه السورة لتعظيم جناب التوحيد ليبين أنه أمر مفاصلة لا ينفع فيه الخلط والكوكتيل والشراكة ومحاولة التجميع والتلفيق والأديان التي تسمونها أديان إبراهيمية ونجمعهم مسجد وكنيسة وبيعة وصلي سوا وكلنا طيبين وكلنا سندخل الجنة وما في مشكلة تعبد عزير ولا عيسى ولا الله ولا محمد كله كويس المهم يعني كل واحد مننا يسلم على الثاني وترضى عن الثاني ويصلي على الثاني كما صلى الناس قبل أيام على أحد هؤلاء المشركين نسأل الله عافية والسلامة ثم أكد ذلك بقوله لكم دينكم ولي دين أي دينكم لكم مختص بكم لا أشارككم فيه وديني لي لا تشاركونني فيه لأن ديني مبني على التوحيد ودينكم مبني على الشرك والتوحيد والشرك ضداني لا يمكن أن يجتمع لا يمكن أن يجتمع تأملوا يا إخواني عندما تأتي قضايا التوحيد يأتي فيها التأكيد لماذا؟ اهتماما بها واعتناءا بشأنها حتى أنت تقول لا إله إلا الله ما تقول أعبد الله لا لا إله تنفي ثم إلا الله تثبت لتجريد التوحيد ثم تقول وحده تأكيد لقوله إلا الله لا شريك له تأكيد لقوله لا إله لماذا يا إخواني؟ كل آيات التوحيد بهذه الطريقة تأتي بهذا الجانب أو بهذه الطريقة أو بهذا الأسلوب المؤكد قل ويا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد سواء في الماضي أو المستقبل ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد سواء في الماضي أو المستقبل أو سواء كان على الفعل أو حصول الشيء بالكليا ثم لكم دينكم ولي دين عند ذلك يا إيسى المشركون وعرفوا أنه لا مجال لوضع حلول وسط بينهم وبين دين محمد صلى الله عليه وسلم توحيد يجب أن يكون صافيا وعاليا وواضحا ولا يدخل معه شيء من أديان الخلق أو شركهم ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة النصر وهي السورة التي اختتم بها القرآن أو آخر ما نزل من القرآن كسورة كاملة وإلا نزلت بعدها آيات وقد قيل إن بين نزولها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وشيئا والمقصود أنها آخر سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكمالها قال الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح يعني إذا جاءك يا محمد نصر الله وفتح الله عليك وكان فتح مكة في السنة الثامنة فتح الله عليك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هذه بشرى من الله لنبيه محمد بأن الناس سيدخلون بعد فتح مكة أفواجا في دين الله جماعات على إثر جماعات فعند ذلك سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا أي استكفر يا نبي الله بسبب ما أعطاك الله من الفتح ومجيء النصر من حمد الله مصحوبا بالتسبيح أو من تسبيح الله مصحوبا بالحمد قل سبحان الله وبحمده أي أنزه الله تنزيها مصحوبا بحمده لماذا مصحوبا بحمده لأن التنزيه وحده لا يدل على الثناء بل لا بد أن يقترن معه الحمد الذي هو مدح وثناء وكمال فأنت تنزه الله ثم تصف الله عز وجل بصفات الكمال التي يتضمنها قولك الحمد لله فأنت تخلي الله عز وجل من صفات النقص ثم تثني عليه بصفات المدح والحمد والجلال والكمال فيكون تنزيها مصحوبا بالحمد وهذا معنى قولنا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أي مصحوبا بحمدك قال فسبح بحمد ربك واستغفره أي أكثر من الاستغفار وقد فهم من هذه الآية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابن عباس ترجمان القرآن أن هذه دلالة على قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه قال له إذا فتح الله عليك فاستكثر يا محمد من التسبيح والحمد والاستغفار لتستعد للقاء الله جل وعلا وذلك عمر رضي الله تعالى عنه اختبر بها الصحابة لما أنكروا أن ابن عباس وهو غلام يدخل معهم وهم أشياخ كبار فقالوا إن لنا غلمان مثله فلماذا لا يدخلهم معه فأراد عمر أن يعلمه فلما اجتمعوا قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح السورة فأخبروا بمعناها الذي يظهر منها وقد صدقوا ولم يخطئوا لكن عمر ما سألهم عن ذلك لأن هذا معنا لا يسأل عن مثله إنما سأل ماذا وراء ذلك فقال ما تقول فيها يا ابن عم رسول الله قال هذه أجل رسول الله يعني نعى الله إلى رسوله نفسه وأنك يا محمد قد فتح عليك فاستعد لقاء الله بالتسبيح بحمد ربك والاستغفار له إنه كان توابا فإنك ستلاقيه عما قريب قال والله ما أعلم منها إلا ما علمت أنها نعي لرسول الله وهذه مثل قول الله عز وجل في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينة لما نزلت بكى أبو بكر الصحابة فرحوا واستبشر وأبو بكر يبكي فقيل له ما يبكيك يا خليفة يا أبا بكر فقال إذا تم شيء بدأ نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم يوما أخبرنا الله بتمام الدين مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب أجل فأخذ يبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة المسد قال الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرآته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هذه السورة نزلت لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة ودعا قريشا قبيلة قبيلة وفخذا فخذا يا آل بني فلان يا آل بني فلان يا آل بني فلان فاجتمعوا جميعا وكان لا يرقى على الصفة أحد فينادي إلا اجتمع الناس للأمر المهم الذي يريد أن يبلغهم به فقال لهم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريدكم أكنتم مصدقي قالوا نعم والله ما جربنا عليك كذبا قال أما إني رسول الله إليكم جميعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقام عمه أبو لهب فقال تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا فأنزل الله عز وجل ذبا عن نبيه وأخبارا بحقيقة هذا اللهبي وهو أبو لهب الذي كان اسمه عبد العزة وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تبت يدى أبي لهب وتب أي خسرت يدى أبي لهب وإذا خسرت يداه خسر جميعه وإنما ذكرت يداه لأن اليدين هي أكثر ما يستعمله الإنسان في الخصومة وفي يعني المعارضة وفي كثير من الأعمال قال تبت يداه أبي لهب وتب وأبو لهب هو عم رسول الله واسمه عبد العزة وتب أي وخسر هو تبت يداه وخسر هو فالأولى دعاء والثانية خبر الأولى دعاء له دعاء عليه تبت يداه أي يدعو عليه بالتباب والخسار والهلك وقد تب يعني وقد خسر وهلك وهذه الآية تعتبر يا إخواني من المعجزات لأنها نزلت وأبو لها بن يسمع وقد علم بها وعلمت بها امرأته حمالة الحطب ومع ذلك كان بإمكان من يأتوا ويقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فينتهي مضمون الآية كيف الله يخبر عن أنه قد خسر ثم في النهاية يسلم لكن تم أمر الله بأن سمع الآيات وبقي حتى لقي حتفة وهو كافر هو امرأته قال الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله لن يرد عنه ماله شيئا من الخسار الذي وقع عليه وما كسب أي ولده لأن ولد الإنسان من كسبه سيصلى نارا ذات لهب شوف كيف قابله هو أبو لهب وقال أنه كني بأبي لهب بشدة الحمرة في وجهه كأنها اللهب فالله يكافئه يوم القيامة بنار ذات لهب قال سيصلى أي سيدخل مصليا بنار ذات لهب أي تلهب وتوقد تشتاق إليه وتكويه بحرها وامرأته أي سيصلى هو وامرأته حمالة الحطب تقرأ بوجهين حمالة صفة لها صفة لامرأة وحمالة حال أي والحال أنها تحمل الحطب لتجعله في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضع في طريقه الأذى والشوك من شدة عدوانها وإعانتها لزوجها على الباطل ثم خصه الله بعذاب من عنده فقال في جيدها حبل من مسد يعني بدل هذا العقد من اللؤلؤ أو من الذهب الموجود في عنقها سيكون محله حبل من ليف من أنواع من العذاب في النار يدخر لها نسأل الله العافية والسلامة ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الإخلاص هذه السورة تسمى سورة الصمد وتسمى سورة الإخلاص لأنها خالصة في ذكر الرب سبحانه وتعالى لم يذكر مع الله شيء سواه فهي في الثناء على الله وتعريف العباد بربهم جل وعلا وقد قيل إن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك فقال فأنزل الله عز وجل قل لهم يا محمد هو الله أحد أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ذاته لا مثل له ولا ند ولا شريك تعالى عن النظير والشبيه والنديد والمثيل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وسورة الإخلاص وكل سورة دلت على الإخلاص أو آية نجد أنها معظمة في كتاب الله كآية الكرسي وسورة الفاتحة وسورة تبارك وسورة الإخلاص وسورة الكافرون فمدار هذه السور على ذكر الرب وتوحيده جل وعلا ولذلك صارت تعدل ثلث القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه أيكم يقرأ أو يقوم بثلث القرآن في ليلة قالوا أينا يقوم بثلث القرآن في ليلة فقال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها فكأنما قرأ ثلث القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقد قال العلماء في بيان وجه ذلك أن القرآن مكون من ثلاثة أشياء أخبار أو توحيد وقصص وأحكام فسورة الإخلاص هي شاملة للتوحيد جاءت بالتوحيد كله توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته توحيدا يشمل كل أنواع التوحيد فلما دلت على هذا المعنى العظيم بهذا الأسلوب والعايات القليلة كانت كأنما عدلت ثلث القرآن فمن قرأها كأنما قرأ ثلث القرآن وقد كان أحد الصحابة يقرأ في صلاته فيختم كل ركعة من الصلاة التي يجهر بها بعد أن يقرأ سورة من القرآن يختمها بكل هو الله أحد فجاء أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرون رسول الله بما فعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لما يفعل ذلك فقال إن فيها صفة الرحمن وأحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه بحبه إياه وهذه السورة يا إخواني تقرأ في اليوم والليلة قرابة أربع عشرة مرة تقرأ ثلاثا عند النوم يجمع الإنسان كفي فيقرأ قله الله وحد وقل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس وينفذ فيها ثم يمسح على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده وسائر جسده يقرأها ثلاث مرات قله الله وحد والفلق والنس وأيضا تقرأ بعد صلاة الفجر ثلاثا وبعد صلاة العصر ثلاثا أو المغرب هذه أو هذه لا إشكال فصارت بهذا تسع والصلوات الخمس صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وأيضا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الوتر فيختم بها المسلم يومه وليلته يقرأ قل يا أيها الكافرون ثم يقرأ قل له الله وحد وأيضا تقرأ في بداية يومه عندما يصلي ركعتين الصبح قبل صلاة الفجر فيقرأ قل يا أيها الكافرون وقل له الله وحد ليعلن بالتوحيد لله في بداية يومه وفي ختام يومه ويقرأ بهما أيضا بعدما يطوف بالبيت لماذا إعلانا للتوحيد لله عز وجل بعدما يطوف بالبيت لألا يقع في قلب أحد أن هذا الطواف لهذا المبنى بل هو لله جل جلاله نطوف مخلصين لله نعبد الله لا نعبد شيئا سوى إذن فمواطن قراءتها في اليوم والليلة كثيرة وتقرأ أيضا في سنة المغرب والحاصل أن هذه السورة عظيمة جدا وينبغي علينا أن نستكثر من قراءتها بنية وتفاهم لمعنى وقد ورد في حديث وإن كان بعض علماء يضعفه من قرأ سورة الإخلاص عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة يقول الله في أول هذه السورة قل قد بينا فيما مضى أن السورة أو الآية التي تبتدأ بقل لها من المعنى والمضمون ما ليس لغيرها فمن شدة عناية الله بها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بمضمونها وأن يتلفظ بالألفاظ فيقول تلك الألفاظ وإلا فهو عليه الصلاة والسلام يقول كل شيء في القرآن لكن يقول قل أجبهم يا محمد وقل لهم هو الله أحد أي أحد في أسماءه وصفاته وأفعاله وفي ذاته وهذه شاملة لجميع أنواع التوحيد والأصل أن يقال واحد لكن كلمة واحد تقال في الله وفي غيره أما أحد فلا تقال على سبيل الإثبات إلا لله لا يقال أحد على سبيل الإثبات إلا لله أما في النفي فتقال لله وتقال لغير الله عز وجل تقول لا أحد مثلك أحد أحد هنا عنيت بها مخلوقا لكن جاءت في النفي أما في الإثبات فإنها لا تطلق إلا على الله وحده قال الله عز وجل الله الصمد أي الله السيد الذي كمل سؤدده والعظيم الذي كملت عظمته والكريم الذي كمل كرمه والشريف الذي كمل شرفه فما يطلق الصمد إلا على من كمل وتم له كل شيء من أنواع المدح والثناء واحتاج إليه غيره فهو غني عن كل من سواه وكل من سواه فقير إليه يصمد إليه في قضاء الحوائج وهذا من أشهر تفاسيرها ومن التفاسير المشهورة وهو قريب من المعنى اللغوي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام قال الصمد الذي لا جوف له لأن وجود الجوف يقتضي الحاجة فالله عز وجل صمد أي لا جوف له فليس بحاجة إلى شيء مما يحتاجه ذو الأجواف من الطعام والشراب والهوى والدم والنفس وغير ذلك الله سبحانه وتعالى غني عن ذلك كله الله الصمد الغني عن كل أحد وقد قيل في تفسيرها أيضا الصمد الذي يصمد إليه في قضاء الحوائج يرجع الناس إليه في قضاء الحوائج وقيل أيضا في تفسيرها الصمد الباقي وقيل في تفسيرها الصمد الدائم وقيل في تفسيرها الصمد الذي لم يلد ولم يولد وكل هذا من باب اختلاف التنوع فإن هذه المعاني تجتمع وتتعاضد ولا تتضاد بحمد الله لم يلد ولم يولد هذا تفصيل في النفي على غير عادة القرآن فالعادة أن القرآن ينفي نفيا مجملا ويثبت إثباتا مفصلا مثل قوله ليس كمثله شيء نفي مجمل وهو السميع البصير إثبات مفصل لأن المدح يناسبه التفصيل والنفي يناسبه الإجمال لا يلق أن تأتي إلى ملك وتقول أنت لست بكسور ولا بخيل ولا كناس ولا زبال ولا قمام تريد أن تمدحه بذلك هل يقبل منك هذا الكلام لا إذا أردت النفي تقول أنت ملك ليس مثلك ملك ليس مثلك أحد من الناس فإذا أردت أن تصفه بصفات فصل فأنت الكريم والشجاع والقائد والرئيس والملك وغيرها من عبارات المدح والثناء وكذلك معنى الله لكن قد يحتاج إلى التفصيل في النفي عندما يرد على أقوام بعينهم فينفى ذلك كما قال الله عز وجل عندما اتهم اليهود ربنا سبحانه وتعالى بأنه مسه التعب قال وما مسنا من لغوب فنفى اللغوب وهو التعب والعياء والنصب وهنا قال لم يلد ولم يولد لماذا؟ لأن من الناس من اعتقد الولادة في الله إما أن يكون متولدا عن غيره أو يتولد عنه غيره كما زعم المشركون قالوا الملائكة وبنات الله وزعمت اليهود عزير بن الله وزعمت النصارى المسيح ابن الله فالله يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي مجمل أي لا مثل لله عز وجل ولا نظير له ولا ند ولا مكافئة وقوله ولم يكن له كفوا أحد حصل فيها تقديم وتأخير من أجل الحصر وأصل الكلام ولم يكن أحد كفوا له لكنه قدم الجار والمجرور له من أجل الحصر أي لا أحد مثل الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد للدلالة على الحصر والاختصاص ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الفلق وهذه تسمى مع سورة الناس المعوذتين وقد ورد في فضلهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى يقول لعقبة ابن عامر ألم ترى أنه أنزلت علي الليلة آيات لم يرى مثلهن وفي رواية قال ما تعوذ الناس بمثلهما أو ما تعوذ المتعوذون بمثلهما يعني إذا أردت أن تبالغ في التعوذ والاستجارة بالله فتعوذ بالله عز وجل من خلال هاتين السورتين فقد شملتا كل أنواع التعوذ ولم تترك شيئا من الشر المحيط بك القريب والبعيد الذي ينفذ إلى جسمك والذي يبقى خارجا منك إلا دخل فيها وهتان السورتان أيضا كما بينا تقرآني في مواطن كثيرة عند النوم ثلاثا وبعد صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء وتقرأ أيضا في أذكار الصباح وأذكار المساء وتذكر في مواطن كثيرة وقد قرأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر لما أخبر عقبة بأنه أنزلت عليه تلك الليلة قال فصلى من الفجر فقرأ بهما وكان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فأخذ بهما وترك ما سواهما لماذا؟ لأنهما جامعتان لم تدعا شيئا من الشر المحيط بالإنسان إلا تضمنته قد تعجبون يا إخواني أن هاتين السورتين وما قبلها من السور هي مقابلة لأول القرآن فإن قلت كيف قلنا هذا لونه من البلاغة المسمى رد العجز على الصدر رد العجز على الصدر فإذا نظرت إلى سورة الفاتحة فإن فيها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين في الأسماء الثلاثة وسورة الناس قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس وإذا نظرت إلى سورة الفلق فقد ذكر فيها السحر والحسد وإذا نظرت إلى سورة البقرة فقد ذكر فيها السحر والحسد وإن نظرت إلى سورة الإخلاص فقد ذكر فيها الإخلاص وسورة آل عمران كما تعلمون هي سورة التوحيد افتتحت بالتوحيد ألف لام مين ماذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم وما ذكرت كلمة لا إله إلا الله في سورة في القرآن أكثر مما ذكرت في سورة آل عمران وما ذكرت كلمة الإسلام في سورة أكثر مما ذكرت في سورة آل عمران فهي سورة التوحيد وأولها كله في التوحيد الخالص ومناظرة النصارى في أمر التوحيد تقابلها سورة الإخلاص وإذا جئت إلى سورة النساء تقابلها تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله في سورة النساء المال وما كسب الولد وامرأته النساء وإذا جئت إلى سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة وهي من أواخل سور القرآن ولم ينسخ منها شيء وجدت يقابلها إذا جاء نصر الله للفتح وسورة الأنعام أي سورة ما هو موضوعها توحيد العبادة ومجادلة المشركين في أمر التوحيد ويقابلها سورة الكافر فهذا من رد العجز على الصدر وهو من عجائب ومن لطائف التنزيل وإذا تأملته وجدته صحيحا قال الله عز وجل في سورة الفلق قل قد بينا أن قل تدل على الاهتمام قال بعض العلماء قل إذا جاءت دلت على أن القرآن ليس من عند رسول الله وأن رسول الله عبد يؤمر وينهى فيقال له قل ولا تقل فهو عبد لله وهذا أشرف مقاماته وقد وصفه الله به في أشرف المقامات الحمد لله الذي أنزل على عبده سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله قل أعوذ معنى أعوذ أي ألتجأ وأعتصم والعياذ يختلف عن اللياذ العياذ يكون فيما يحاذر واللياذ يكون فيما يؤمل يا من أعوذ به فيما أحاذره يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره أعوذ أي ألتجأ وأعتصم برب الفلق أي برب الصبح وخص الصبح لأن السورة نجاه من المهالك كالصبح نجاه من ظلمة الليل ومن مهالكه فذكر الصبح لهذه المناسبة ويمكن أن يكون المعنى برب الفلق أي برب كل شيء ينفلق كالحبة والصبح ينفلق عن الليل وكل شيء فيه انفلاق ولا مانع من ذلك قال من شر ما خلق هذه استعادة عامة لا تدع شيئا من الشر داخلي أو خارجي يرى أو لا يرى إلا دخل فيه ومن شر غاسق إذا وقب بدأ يفصل في شرور معينة لشدة خطرها وعظيم ضررها ومن شر غاسق إذا وقب الغاسق عند العرب هو الليل وإذا وقب أي إذا دخل ولماذا خص الليل إذا دخل لأن الشياطين لا تنتشر إلا في الليل ولأن الهوام والسباع والحشرات لا تنتشر إلا في الليل ولأن السراق والحرامية وقطاع الطرق لا ينتشرون إلا في الليل فهم يستترون بظلام الليل في الوصول إلى مآربهم وقصبهم فالإنسان يستعيذ بالله من شر هذا الليل إذا دخل وإذلك نبج الله وسلم أمرنا إذا غربت الشمس أن نكف صبياننا لماذا؟ قال لأن للشياطين خطفة وانتشارا تنطلق في الليل ولذلك أكثر ما يقع من المكر والكيد والإغواء في الليل والقنوات الفضائية تعمل متى والليالي الحمراء متى تكون في الليل لكن الصالحين يستعملون الليل في طاعة الله تتجافى جنوبهم عن المضى جيدون ربهم خوفهم وطمعهم جعنا لله وإياكم منه قال الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد قبل أن ننتقل إليها ومن شر غاسق ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب وأشار إذا القمر قال العلماء لا منافات بين معنى الغاسق الليل وبين إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر لأن القمر هو آية الليل فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر وأراد به آية الليل وقد يكون مرادا به القمر بذاته لأن القمر هو ميزان هذا الكون من حيث البحار وما يتصل بها والماء الذي يكون في جسد الإنسان والهيجان الذي يحدث في العالم بسبب قرب القمر واستدارته واستنارته وبعده وخفوته واستسراره قال الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد أي السواحر إذا نفثنا أي نفخنا في عقدهن نفخاً بغير ريق وهي عقد السحر فإن قيل لما ذكر النفاثات قيل ليشمل النفاثات النساء اللواتي ينفثنا والأنفس الخبيثة التي تنفث لأنه لو قال ومن شر النفاثين ما دخل فيه النساء فقال والنفاثات ليدخل فيه النساء ويدخل فيه كل نفس خبيثة تنفث من أجل أن تسحر ومن شر النفاثات في العقد وهو السحر ومن شر حاسد إذا حسد والحاسد إذا حسد هو الإنسان الذي يقع الحسد في قلبه ويريد إيصاله إلى غيره يعني يستجيب لنداء الحسد الذي يقع في قلبه وإلا كما قال العلماء ما خلى جسد من حسد الحسد مركوز في طباع النفوس إنه كان ظلوماً جهولاً لكن المؤمن يدافعه ويخفيه والفاجر يبديه ويستجيب له ويتبعه بالأذى والعين وغير ذلك مما يقع في نفسه نسأل الله العافية والسلامة ولذلك ما استعاذ بالله من شر الحاسد لأن الحاسد قد كفين شره هو أول متضرر من حسده يقول بعض العلماء لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه في قتله لأنه يكتوي في نار الحسد قبل أن ينتقل حسده إلى المحسود لكن شر الحاسد يكون شراً يستعاذ منه إذا حسد فانتقل حسده إلى المحسود وبدأ يكيد له ويعينه وينصب له العداوة وتظهر هذه النار على عينيه وعلى لسانه وشفتيه نسأل الله العافية والسلامة والجامع لهذه الشرور التي في سورة الفلق أنها شرور خارجية محيطة بالإنسان الليل والنفثات والحاسد هذه أمور خارجية وقد قدمها بأنه قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فجمع كل الشرور وبدأ بهذه الأمور الخارجية طيب يا ربنا بقي شر عظيم وهو شر الشيطان ما ذكرته في هذه السورة قال هذه تفرد بسورة لوحدها تحتاج إلى مزيد من الاستعاذة ومزيد من الاتجاء لشدة العداوة وعظم الكيد والمكل الذي يكون من الشيطان لكم يا بني الإنسان يعني ما يكفي أن تقولوا قل أعوذ برب الفلق بل زيدوا عليها قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أكثروا من الاستعاذة وكرروا أسماء الله ليستجيب الله لكم فيدفع عنكم شر هذا الذي يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه قل أعوذ برب الناس إذن فهذه السورة خاصة في شر شيء واحد وهو الشيطان قال قل أعوذ برب الناس وبدأ بالرببية لأنها المقتضية لنزول الرحمة فربك هو الذي يرعاك ويكرمك ويربيك بنعمه ومن مقتضيات هذه الرحمة أن يصد عنك الشرور ويكفيك المضار قال ملك الناس الذي يملكهم فيتصرف فيهم كيف يشاء ويملك أعداءهم فلا يتمكنون من إيذاء بعض خلقه إلا بإذنه لا يقع من شرهم شيء لأحد من خلق الله إلا بإذن الله إله الناس الذي يجب أن تلتجأ إليه القلوب وتخضع لعظمته وتؤمن به وتوحده لأن هذا من مقتضى الاستجابة يا إخواني أن تؤمن بأن الله هو الواحد المألوه المعبود الذي لا يستجب الدعاء أحد سواه ولا يلتجأ إلى أحد غيره جل جلاله وتعالى في عليائه وفي أسمائه وصفاته مماذا نعوذ يا ربنا ومماذا نلتجأ ونعتصم قال من شر الوسواس الخنس والعجيب أنه لم يذكره باسمه فلم يقول من شر الشيطان بل ذكره بوصفه ليتبين الناس طريقة مكره وأن مكره الذي يضر بالناس هو الوسوسة فهو وسواس يوسوس ليس له من القدرة والقوة على بني الإنسان إلا الوسوسة ومع ذلك يستجيب له من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون نفسا بسبب هذه المكيدة الوسوسة فهو يأتي ويزين الشيء الباطل للإنسان بما ينفخه في قلب الإنسان ويكره الحق للإنسان ويثبته عن الخير ويؤزه على الشر بهذه الوسوس والخطرات التي ينفخها في قلبه فهو جاثم على صدر الإنسان ويلتقم قلبه يلقي فيه هذه الخطرات الوسوس والإنسان يستجيب فسبحان الله هذا وكيده ضعيف كيف لو جعل الله كيده قويا كيف لو جعل الله له قوة يمسكنا فلا يمنعنا من دخول المساجد ويفطرنا إذا صمنا وإذا ركعنا أو أردنا أن نقوم نصلي أو قفنا عن الصلاة أو أردنا أن نذهب لبيت الله الحرام حبسنا في سجونه كيف لو كانت عنده هذه القدرة ما آمن منا أحد ولكنه مع الوسوسة وهذا الكيد الضعيف أي استطاع أن يهلك أكثر بني آدم بل لا ينجو من الألف إلا واحد من كيده نسأل الله العافية والسلامة فانظروا يعني تأملوا في طريقة خطر هذا الشيطان وهي الوسوسة ثم وصفه الله بوصف آخر هو مقابل للوصف الأول ليبين لك كيف يخنس عنك الشيطان ويهرب ويدعو الوسوسة فقال خناس أي كثير الخنوس والفرار والهروب والاختفاع بأي شيء أنت تسأل إنه يخنس إلى ذكر الله ويوسوس إذا غفل العبد عن ذكر الله ولذلك أكثر من ذكر الله تقتل هذا الشيطان إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقسرون فهو وسواس يوسوس إذا غفل الإنسان ويخنس ويهرب ويختفي إذا ذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى ذكرا بقلبه ولسانه وعلى جوالحه ثم قال الذي يوسوس في صدور الناس هذه أعم أعماله التي نستعيذ الله عز وجل بالله من شره يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قوله من الجنة والناس تعود إلى قوله يوسوس يعني الذي يوسوس من الجنة والناس في صدور الناس فالموسوسون نوعان النوع الأول نوع جني وهو الأصل الذي ليس له قدرة إلا بالوسوسة والنوع الثاني نوع خطير جداً وهو الإنسي والإنسي له وسوسة وسوسته بالحديث يتكلم معك وحديثه أبلغ من حديث الجني أو الشيطان الجني لماذا؟ لأنه يراقبك بعينيه ويبتسم إليك ويتحدث معك بيغة تسمعها ويجلس إليك ويحرجك وقد يعيرك أو يسبك أو يثني عليك ويمدحك أو يغريك بالقصص والأخبار إلى آخر ما هناك من الوسائل المؤثرة عليك فهو صاحب وسوسة فأنت تستعيذ بالله من شر ذلك الوسواس الذي يوسوس في الصدور وكذلك من شر ذلك الوسواس الذي يؤزه الجني عليك وهو الشيطان الإنسي ماذا قال الله في سورة الإسراء؟ قال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك أنت لا تقدر على أن تفعل معهم كل شيء فإذا لم تقدر عبر الوسوسة أجلب عليهم بخيلك ورجلك فكل راجل يمشي على قدميه يسمى من رجل الشيطان وكل راكب يريد أن يصد الناس عن دين الله أو يغويهم فهو من خيالة إبليس جاء ليساعد إبليس في مهمته أحيانا إبليس يقولك سافر إلى البلاد المتفتحة ولتأنس وتنال ما تشتهي فتقول أعوذ بالله لا والله هذا شيء ما فعله أحد من أهلي ولا من آبائي كيف أعصي الله فلما يئس إبليس يرسل لك واحد من أصدقائك يقولك يا أبا فنان ألا تسافر معنا هذا العام؟ يقول لا 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 ما يحتاج وليش قصتك التذكرة حين نقص لك تذكرة فما يزال بك نسأل الله العافية والسلامة حتى يحملك على الباطل الذي يريد منك قال الله عز وجل من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة أي هذا الموسوس من الجنة والناس قال بعض المفسرين وإن كان قولا فيه ضعف قال الذي يوسوس في صدور الناس والموسوس فيه من الجنة والناس لأن الشيطان يوسوس للجنة ويوسوس للإنسي هذا قول لبعضهم يضعفه بعض المفسرين والعلم في ذلك عند الله وبهذا أيها الإخوة نصل إلى ختام هذه الدورة الكريمة المباركة التي استمرت بحمد الله عز وجل عامين كاملين في أربعين مجلسا كل مجلس انتظم قرابة ثمانية مجالس فأصبح تعدادها قرابة ثلاثمائة قرابة ثلاثمائة وعشرين مجلسا من مجالس التفسير فسر فيها القرآن بحمد الله عز وجل كاملا من أوله إلى آخره وهذه أول دورة فيما علمنا في هذه البلاد يفسر فيها القرآن الكريم في مكان واحد عبر عدد من الإخوة المشايخ وطلاب العلم المختصين بالتفسير ويحضر لها مثل هذا العدد الطيب المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها شاهدة لنا يوم نلقى ربنا فنفرح أننا حضرناها وأننا حضرنا لنا وأننا عملنا فيها وأننا بذلنا من أجلها ونفرح أنها بقيت وانتفع من بعدنا بها أقوام كثيرون ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم علمنا منه ما جهنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا ثلوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله شفيعا لنا يومنا نلقاك اللهم اجعله شاهدا لنا يومنا نلقاك اللهم اجعله نورا لنا في دنيانا واجعله نورا لنا يومنا نلقاك واجعله نورا لنا في قبورنا واجعله نورا لنا يوم نلقاك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم كما جمعتنا في هذه الدار اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد وكما جمعتنا على هذه المائدة العظيمة المباركة فإنا نسألك أن تجمعنا في دار الكرامة والرحمة والنعمة واللذة والحبور والسرور على سرور متقابلين يطوف علينا ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون اللهم اجعلنا من السابقين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما أخطأنا من تفسير كتابك اللهم تجاوز عنا ما وقعنا فيه من الهفوات والخطيئات اللهم تجاوز عنا ما وقعنا فيه من التقصير يا حي يا قيوم اللهم بارك لنا في هذه الدورة وأتبعها بدورات مماثلة واجعلنا مباركين فيها واجعلنا من طلاب العلم حتى نلقاك واجعلنا من أهل القرآن في الدنيا ويوما نرد عليك يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الإكرام اللهم إنا نعوذ بك أن نظل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا اللهم إنا حضرنا هذا المجلس الخاتمة لهذه المجالس العظيمة المباركة وإنا نسألك أن تحسن ختامنا في الدنيا وتجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوما نلقاك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الإكرام اللهم إنا نسألك أن تجزي من قام بهذه الدورة فحضر لها وأدارها وألقى فيها وحضرها وشاهدها وأمن على دعائنا فيها وانتفع بشيء منها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الإكرام اللهم أبقي منافعها لنا ولمن يأتي بعدنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الإكرام يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر